مرحبا بكم أعزائي الطلاب في درس جديد من دروس مادة العلوم للصف الخامس الابتدائي درسنا اليوم عن الضوء ما الضوء وكيف يتكون الظل هذا الدرس يقدمه لكم الأستاذ بندر التركي يا ترى ماذا تتوقعون أن نتعلم في درسنا هذا اليوم سنتعلم اليوم سنصف طبيعة الطب وسنوضح المقصود بالعبارة الطول الموجي وسنفسر تكون الظلال لنشاهد هذا الفيديو سوية ترجمة نانسي قنقر 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 والآن يا ترى ما هو الضوء إن الضوء شكل من أشكال الطاقة للطاقة أشكال متعددة منها الطاقة الحركية والطاقة الحرارية والطاقة الصوتية والطاقة النووية والضوء أيضا شكل من أشكال الطاقة يا ترى مما يتكون الضوء كما ترون في هذه الصورة إن الضوء يتكون من قسمين من موجتين متداخلتين مع بعضهم البعض فهذه باللون الأزرق مثلا هي الموجة الأولى تتحرك للأعلى وإلى الأسفل بشكل عمود والموجة الثانية باللون الأحمر تتحرك يمينا ويسارا أفقيا إن تداخل هاتين الموجتين سوية يولد لدينا الضوء الجزء الأول من هذه الموجة هو جزء كهربائي بينما الجزء الثاني جزء مغناطيسي فتسمى هذه الموجة بموجة كهرومغناطيسية أي أن اسمها يوضح أنها تتكون من جزء كهربائي وجزء مغناطيسي فالضوء هو عبارة عن موجة كهرومغناطيسية تسير في خطوط مستقيمة يسير الضوء بسرعة عالية في الفضاء فهو يبلغ في الفضاء سرعة ثلاثمائة ألف كيلومتر في الثانية الواحدة أي أن الضوء يستطيع أن يقطع مسافة ثلاثمائة ألف كيلومتر خلال ثانية واحدة فقط يترى ماذا تعني هذه السرعة الهائلة للضوء؟ تعني أن الضوء يصل من الشمس إلى الأرض خلال ثمانية دقائق إن المسافة بين الشمس والأرض هي مئة وخمسون مليون كيلومتر يستطيع أن يقطع الأرض هذه المسافة البعيدة جدا خلال ثمانية دقائق تقريبا إن للضوء أشكالا متعددة أو لنقل أنواعا متعددة يستطيع العلماء التمييز بينها عن طريق خاصية مميزة للضوء هذه الخاصية تسمى الطول الموجي أي أنهم يقسون طول موجة الضوء وكما نرى هذه موجتين مختلفتين وهذه الأولى يقال أن طولها الموجي قصير وهذه الثانية يقال أن طولها الموجي طويل نحن نلاحظ هذا اللون الأزرق يمثل موجات تشابه الموجات التي تحدث على سطح الماء وهذه أيضا فلذلك سميت بموجة وكيف استطاعوا تحديد الطول الموجي الطويل أو القصير؟ إنهم يقسون المسافة بين قمة الموجتين المتتاليتين أو بين قاعين متتاليين وهذه المسافة هي ما يعرف بالطول الموجي فنلاحظ مثلا هنا أن المسافة بين هذا القاع والقاع الذي يليه قصيرة إذا ما قررناها بالمسافة بين هذا القاع والقاع الذي يليه فمن هنا نستطيع أن نحكم على الطول الموجي القصير أو الطول الموجي طويل رغم أن الضوء طاقة إلا أنه يتميز ببعض الصفات التي تتشابه مع الجسيمات وبالرغم من أن ليس له كتلة وهذا ما استطاع العلماء اكتشافه حديثا بعد تطور الأبحاث الهلمية والأجهزة الإلكترونية ما هي خصائص الضوء المادية يا ترى؟ إن الجزء من الضوء الذي يتمتع ببعض الخصائص التي تشابه الجسيمات يسمى بالفوتونات فالفوتونات هي أصغر جزء من الضوء يتمتع بخصائص الضوء كاملة بالإضافة إلى بعض الخصائص الجسيمية أيضا من الخصائص الضوء المادية أنه يسير فيه خطوط مستقيمة كما نرى هنا فإن الضوء ينتشر على شكل خطوط مستقيمة في الهواء ومن الميزات الأخرى للضوء أنه ينعكس عند استدامه بالأجسام فكما نرى هنا فإن الضوء ينعكس عن هذه القطعة الكريستالية وينعكس عن الأخرى وينعكس مرة أخرى وهذه هي أحد خصائص الضوء أيضا لاحظ العلماء أن الضوء يستطيع أن يغير مسار الجسيمات التي يصطدم بها ومن هذا أيضا لاحظوا أنه يترك أثرا عند استدامه بفيلم التصوير بسبب تغيير مسار الجسيمات التي يصطدم بها إن هذه الأفلام الفوتوغرافية كانت تستخدم في الماضي القريب للتصوير إنها تتكون من مادة حساسة للضوء وعند فتح باب الكاميرا يدخل الضوء إلى هذا الفيلم فيستدم بجزئات هذا الفيلم مما يترك انطباعا عن الصورة الخارجية هذا الانطباع يكون لاحقا هو الصورة التي نحصل عليها والآن لنجب عن هذا السؤال لقد عرفنا أن الضوء سريع جدا ويتكون من موجة كهرومغناطيسية يترى كيف يمكننا أن نقيس سرعة الموجة الكهرومغناطيسية إننا نستطيع قياس السرعة سرعة الموجة الكهرومغناطيسية عن طريق ضرب الطول الموجي في التردد أي أن سرعة الموجة عين رمز السرعة سرعة الموجة تساوي الطول الموجي مضروبا في تاء الذي هو التردد إن نستطعنا ضرب الطول الموجي في التردد نستطيع أن نحصل على سرعة الموجة كيف يتكون الضل؟ قبل أن نجيب عن هذا السؤال لنجيب كيف نرى الأجسام إننا نرى الأجسام عندما ينعكس الطوء عنها فإن كنا في غرفة مغلقة تماما وأشعلنا شمعة في هذه الغرفة إن ضوء الشمعة يصطدم بالكرة فينعكس على أعيننا فنستطيع أن نرى هذه الكرة لكن إن أطفأنا هذه الشمعة سيختفي الضوء فلن يوجد ضوء ينعكس على الكرة وبالتالي لن نستطيع رؤية هذه الكرة فنحن نرى الأجسام عندما ينعكس الضوء عنها تنقسم الأجسام حسب قدرتها على مرور الضوء منها إلى ثلاثة أقسام الجسم الشفاف يمرر معظم الضوء كما نرى في هذه الصورة أما الجسم شبه الشفاف فهو يمرر جزءا يسيرا من الضوء ويمنع الجزء الآخر من المنور كما نرى في هذه الصورة أما الجسم المعتم فهو لا يمرر الضوء وبالتالي لا نستطيع أن نرى ما يوجد خلفه كما في الصورة الثالثة إذن كيف يتكون الظل يتكون الظل عندما ينقطع سير موجة الضوء بسبب استدامها بجسم ما كما نرى في هذه الصورة لو كان لدينا مصدر للضوء فإن الأشعة تنطلق وتستدم بالجسم الذي يقطع مسار هذه الأشعة فيترك خلفه ظلا بينما الأشعة التي لا ينقطع مسارها فتستمر بالمسير ويكون مكانها مضيئا إن اختلاف مكاني مصدر الضوء يساهم أيضا في اختلاف طول الظل حسب الأشعة المستدمة التي منع مرورها وحسب الأشعة التي سمح لها بالمرور من حول الجسم والآن لنجيب عن السؤال التالي لدينا مجموعة من الكلمات لا بد أن نضعها مع العبارات المناسبة الكلمات هي فوتونات سرعة الضوء الضوء كهر مغناطيسية والظل العبارات هي شكل من أشكال الطاقة نوع الموجة الضوئية جسيمات الضوء وليس لها كتلة 300 ألف كيلو متر الثانية والآن لنجيب عن العبارة الأولى شكل من أشكال الطاقة ما هو يا ترى أحسنتم إنه الضوء الضوء شكل من أشكال الطاقة وماذا عن العبارة الثانية نوع الموجة الضوئية أحسنتم إنها الموجة الكهر مغناطيسية وماذا عن العبارة الثالثة يا ترى جسيمات الضوء وليس لها كتلة ماذا يطلق على جسيمات الضوء التي ليس لها كتلة إنها الفوتونات أحسنتم ويترى ما الذي يكون مناسبا للعبارة هذه 300 ألف كيلو متر في الثانية أحسنتم إنها سرعة الضوء لنراجع ما تعلمناه سوية اليوم إن الضوء عبارة عن موجة هذه الموجة لها بعض الخصائص المادية فنحن نرى الأسام عندما ينعكس عنها الضوء وعندما ينقطع الضوء وتنقطع الموجة الطوئية يتكون لدينا الضل كما أننا تعلمنا أن لكل طوء طولا موجيا محددا يميز هذا الطوء عن الأضواء الأخرى فالضوء الأحمر له طول موجي خاص به والطوء الأصفر له طول موجي خاص به أيضا شكرا لكم وأتمنى أن ألقاكم في درس جديد من دروس مادة العلوم مع السلامة شكرا لكم اشتركوا في القناة